موسيقى تمام وتاسعة مجزو لهم الأخبار أهلا بكم ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس بمقر رئيسة الجمهورية الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء تناول في المستهل عرضا لمختلف الخطوات التي تمت في إطار التحذير للانتخابات التشريعية حيث أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للترتبات المتخذة لتسهيل عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقعات للترشح مشددا على وضع كل الوسائل المادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبخصوص الترتبات التي اتخذتها وزارة والتجارة تحذيرا لشهر رمضان المبارك ألحى السيد الرئيس على المتابعة الدقيقة للاستهلاك والمخزون تفاديا لأي نقص وكذا الصرامة في تطبيق المخالفات ومحاربة التبذير كما أمر بضرورة استكمال عملية الإحصاء الشامل للثروة الحيوانية من جهة أخرى شدد رئيس الجمهورية على ضرورة رفع المخزون الوطني من اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 مع استكمال الترتبات لتجسيد مشروع إنتاج اللقاح الروسي سبوتنيك V في الجزائر في أقرب وقت ممكن أما بخصوص تسيير جامع الجزائر والصيانته كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة الدراسة المعمقة لوضع تصور نهائي لكيفية تسيير هذا الصرح الديني ومتابعة للمشاريع الحيوية في قطاعي الأشغال العمومية والنقل أمر السيد الرئيس بضرورة تسوية جميع المستحقات المتعلقة بالأشغال التي تم إنجازها وتفادي أي التزامات إضافية في المرحلة الحالية كما تم تكليف وزيرة البيئة ببعث مشروع تطوير محيط ودي الحراش مجلس الوزراء تناول بالدراسة والمصدقة على خمسة مشاريع مراسيم رئاسية قدمها وزير شؤون الخارجية كما صادق على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لقاءه الدوري مع ممثلية صحفة الوطنية تترق فيه إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية فبخصوص شهر رمضان الكريم حذر رئيس الجمهورية من استغلال البعض لهذه المناسبة للمضاربة في الأسعار مؤكداً وفرة المخزونات من المواد الغذائية ووجود الإمكانيات المالية التي تسمح بمواجهة كافة حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية وعن مناخ الاستثمار والانتعاش الاقتصادي أكد رئيس الجمهورية أن كل الظروف ملائمة وأن الصناعة التحولية هي الهدف مشيراً إلى أن الاقتصاد الحقيقي هو اقتصاد المعرفة أما بخصوص استحداث ولايات جديدة بجنوب البلاد أكد رئيس الجمهورية أن المسعى هو دعم إيجابي للتنمية بهذه المناطق وتقريب الإدارة من المواطن وبشأن التشريعيات القادمة أكد السيد الرئيس على ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية المقررة يوم الثاني عشر جوان المقبل نزيهة وشفافة كما كشف أن المشروع التمهدي لإجراء تجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية من الجنسية الجزائرية تم سحبه نظراً لسوء الفهم الذي حصل بشأنه في التعاون تنعقد اليوم بالجزائر أشغال الدورة السادسة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حيث تتناول عدداً من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والإقليمية منها الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مصاري الجزائر وكان وزير شؤون الخارجية سابري بوقدوم قد تحادث أمس مع نظيره المالي زيني مولاي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام للمشاركة في أشغال هذه الدورة تختتم اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال أشغال المنتدى الاقتصادي الثقافي الذي تضمن على مدار ثلاثة أيام ورشاة لخبراء وفاعلين في المجال الثقافي والاقتصادي ولقاءات بين حاملي المشاريع والممولين من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة وذلك بحضور وزيرة الثقافة مالكة بن دودة التي أكدت أنه يجري حاليا العمل على تهيئة الفضاءات غير المستغلة لتحويلها إلى فضاءات ثقافية وقاعات للعروض المسرحية دوليا وفي ليبيا أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن أمس إثر لقائه رئيس الحكومة الليبية عبدالحميدة بيبة في طرابلس أكد دعم الحكومة الليبية الجديدة وعملية المصالحة الوطنية معلنا عن عودة سفير الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة الليبية في الأسابيع المقبلة هلك أكثر من تسعين شخصا وفقد العشرات جراء الفيضانات والإنزلاقات الأرضية في أندينوسيا وتيمور الشرقية والتي أجبرت آلاف السكان على مغادرة منازلهم نحو مراكز الإيواء بسبب الأمطار التي غمرت البيوت وأدت إلى فيضان خزانات المياه خاصة بجزيرة فلوغاس وغالبا ما تشهد أندونيسيا انهيارات أرضية وفيضانات في موسم الأمطار ويشدد المدافعون عن البيئة على أن قطع الأشجار قد فاقم من هذه الكوارث ونختم بريضة وفي كرة القدم ولحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية لمنافسة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم تعادلت أمس شبيبة القبائل أمام مضيفها فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة بيضاء فيما انهزم في المنافسة نفسها وفاق سطيف أمام نظيره النيجيري إنيمبا بنتيجة إثنان مقابل واحد لحساب الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة